بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاة وسلام دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل وهو كتاب الله عز وجل تكلم به صراحة على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وما أنزل الله عز وجل كتابا أجلا ولا أعظما ولا أحسن من القرآن الكريم قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله والله عز وجل أمرنا أن نتمسك بالقرآن الكريم وأن نقبل على تلاوته وأن نتدبر آياته قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يحيى الإنسان في ظلال القرآن الكريم وأن يعيش الإنسان في رحاب القرآن الكريم ولم لا وهو حياة القلوب فقلب لا قرآن فيه قلب ميت والعياذ بالله وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دائما وأبدا ما كان يقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ومعنى هذا الدعاء أن القرآن الكريم حياة القلوب وأن القلب إذا حيا انتفع سائر البدن بحياة القلب إذا دبت الحياة في القلب فإن سائر الجوارح تنتفع بحياة القلب ألا ترى أن العبد الكافر لما مات قلبه تعذبت جوارحه في النار ولذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي للقرآن الكريم جماله وجلاله وهيبته ووقاره وعلى قدر اتصال العبد بالقرآن الكريم يناله حظ من هذا الجلال ومن هذا الوقار ومن هذا الجلال ومن هذه الهيبة على قدر اتصال العبد بالقرآن يكون له حظ من جمال القرآن ومن جلال القرآن ومن بهاء القرآن الكريم ومن يمعن النظر في القرآن الكريم في أصل خلق الإنسان نجد أن الله عز وجل خلقنا من الأرض وجعل غذاءنا من الأرض وخلق الله أرواحنا من السماء وجعل غذاءها من السماء فعلى قدر اتصال العبد بالوحي الإلهي يكون غذاء قلبه وروحه من القرآن الكريم أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقبل عليه وأن نتمسك به وأن نسير على خطاه قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الأمة بماذا؟ بقراءة القرآن اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا كله إن دل فإنما يدل على العظمة التي يتحصل عليها الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم ومن عاش مع القرآن الكريم وبين دفتي المصحف الشريف فإنه يلقى الله عز وجل على هذا الحال فإن من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وهل هناك أعظم من أن يبعث العبد يوم لقاء ربه تبارك وتعالى إما تالياً للقرآن الكريم وإما حافظاً للقرآن الكريم وإما عاملاً بأحكام القرآن الكريم يعمل بأحكام القرآن الكريم فيهدى إلى الصراط المستقيم القرآن الكريم كما هو غذاء الروح وكما هو غذاء الأرواح فإن الله عز وجل جعله المخرج من الفتن إذا وقعت الفتن فإن المخرج كتاب الله عز وجل قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن أي ستقع الفتن قال قلت فما المخرج يا رسول الله قال كتاب الله عز وجل فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء من قال به صدق من حكم به عدل من عمل به أجر من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم أسأل الله عز وجل في عليائه أن يحيي قلوبنا بالقرآن الكريم وأن يعمر قلوبنا بالقرآن الكريم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وآله والحمد لله رب العالمين